حتى يتبين لهم أنه الحق هو 27 يوماً وشيء قليل وربع أو ثلث شيء عجيب أننا إذا فتحنا القرآن الكريم وبحثنا عن كلمة أيام نجد هذه الكلمة بالجمع بصيغة الجمع قد ذكرت 27 مرة بعدد أيام القمر سبحان الله وكلمة القمر ذكرت في القرآن 27 مرة بعدد أيام القمر والله لا نملك أيها الأحبة أمام هذه الحقيقة إلا أن نقول سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم كم مرة ذكرت عبارة بني آدم في القرآن الإنسان أيها الأحبة أو بني آدم أو سيدنا آدم خلق على سبعة مراحل الطين حسب نص القرآن سورة المؤمنون الطين النطفة العلقة المضغة العظام اللحم الخلق الآخر سبع مراحل هي مراحل خلق الإنسان العجيب أيها الأحبة أن الله عندما أنزل القرآن جعل عبارة بني آدم جعل عبارة بني آدم تتكرر في القرآن كله سبع مرات بعدد أطوار الخلق والله لا نملك أمام هذه الحقيقة إلا أن نقول سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الله تعالى عندما خلق النحل ركبه من ستعش كروموزوم ستعش فرد في الذكر وستعش زوج في الأنثى الله عز وجل عندما أنزل القرآن أين وضع سورة النحل وضعها في الرقم ستعش يعني لو فتحنا المصحف وبحثنا عن السورة رقم ستة عشر نجدها سورة النحل نفس عدد كروموزومات النحل أو صبغيات النحل سبحان الله لكي لا نظن أن هذه مصادفة فإن الله جعل عدد آيات سورة النحل مية واثمانا وعشرين آية وهذا العدد من مضاعفات ستعش يساوي ستعش ضرب ثمانية والله إن هذه الحقيقة تشهد على صدق هذا القرآن والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آية واحدة في القرآن لا يوجد غيرها تحدثت عن فريضة النحر قال تعالى فصل لربك وانحر هذه الآية تتألف من عشرة أحرف هجائية يعني الله تعالى ركب هذه الآية من عشرة أحرف هجائية هي الفاء الصاد اللام الراء الباء الكاف الواو الألف النون الحاء طبعا اللام مكرر والراء مكرر لو أخذنا كل حروف الآية مع المكرر يصبح 12 حرفاً إذن هذه الآية فيها عشرة أحرف أبجادية والحروف كاملة 12 لماذا 10-12؟ لأن يوم النحر هو العاشر من الشهر الثاني عشر أي ذي الحجة عشرة أطنعش لا نملك إلا أن نقول سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ استخدم الله عشر كلمات في السورة التي تأمر بالنحر ونعلم أن اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر فبنى الله سبحانه وتعالى سورة الكوثر من عشر كلمات نفس تاريخ يوم النحر سبحان الله جميع آيات السورة تنتهي بحرف الراء أيها الأحبة لماذا؟ لأن ترتيب حرف الراء في الحروف الهجائية أَلِثْ بَا تَا ثَا جِيمْ حَا خَا دَال ذَال راء هو العاشر ويوجد في القرآن كله عشر سور تنتهي بحرف الراء والله إن هذه الحقيقة لتشهد على أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر